أعلنت التنسيقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور وفاة خمسة أطفال جوعاً لنعدام الغداء في مخيم للنازحين في ولاية وسط دارفور غربية سودان وأضحت التنسيقية أن حالات سوء التغذية الحاد لدى الأطفال والنساء الحوامل والأمهات والعجزة بلغت أكثر من 450 حالة وتابع بيان التنسيقية أنه مع عدم وصول المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات دعم السريع إلا جزءاً قليلاً جداً لا يكفي مقابل الحاجة الكبيرة للغداء بجانب فشل الموسم الزراعي الماضي والنزوح وتعطيل الإمدادات الغدائية للمنظمات الإغاثية والخدمات الصحية